ترجمة نانسي قنقر إذا أردنا أن ندعم المحروقات اليوم اليوم البومبا أخذنا 65 مليار يدد وهي 6500 مليار تساتي تخيلوا ما من غرصة جماعاتي تخيلوا ما من طريق تخيلوا ما من المسلشة الجامعية المسلشة الجامعية واحد والتي في المناسبة تخيلوا عليه ويكون عندكم في البلد يتطلب مليار دلم فكذل 65 مليار الدلم إذا أريد أن ندعم هذه المواد المحروقات فلنظر ما المشكلة ماشيئة سوف ندعم هذه المواد المحروقات سوف نشره اليوم وبعد سآمان وأنا سأعطي التفاصيل لكم وسوف نقولوا سافرين نلوان لنشرج لنا ونحن نضيفها بخير لا تخيلوا ما صعبت اليوم و هذا الموضوع حنونا كنقرب و هذا المقشور أنت تسمع المجميع اليوم كيف يناقش هذه القضايا سهل و هذا المقص يدار من 2014 و تقطع من المقص 1 ال 15 مليار درهم بالتستمار الله يجب أن تستعبوا معي هذه الأرقام هذه المهمة في 2014 حكومة في 2014 زولت ربق 15 مليار درهم الذي هي ألف وخمسمائة مريار في سنتي منها شديدتها من الأستثمار كانت توقعوا 15 مريار في الدرهم ما حالك أنت ستدير الطرق ما حالك أنت ستدير المستشفيات ما حالك أنت ستدير البنيات السلسية ما حالك أنت ستوفر فرق لدرنا هذه المناطق الصناعية التي لم تكن لديكم جمعة المناطق بما في هذه المنطقة الخنفرة ركس هذه الحليون والدهم ولكن الله أعلم بتاع فين غي يقف وفين غي يحبس والله أعلم ما حال من العام خاصنا لكي تأتي 41 عام أو 30 عام ونطلقوا واحد الضيقاء بحال هذا ونقولوا راح ندعم المحروقات 2022 راح نمزلتنا في صفحة برنامج جديد وانتو مرغز نشوفوا الآن على الصعيد الدولي دول تنهار دول تنهار اقتصادية لكن الحكومة ليس كمسة تتفرج عملنا مجموعة هذه الإجراءات وأنا سوف نتكره لكم إلى تتفرج نبدأ لكم بعدها بالأسعار المحروقات على الصعيد الدولي لكي نعرفوا بعدها لماذا نتكلمون أولا بلدنا هي بلد التي تستورد المحروقات تستورد المزوت وتستورد الإسانس وتستورد الكيروزين لأننا نحن بلد غير منتيج للدفط لم يكن الجيوش لم يكن نتكلمون بغناية كل يوم ولكن الله غالب سوف نعطيكم الأسعار لها بالسوق الدولي وسوف نعطيكم الأسعار لها 15 يوم من المفت 15 يوم من الشعر و الأسعار 15 يوم من الشهر و الأسعار لأنه لكي تعرفوا طريقة الاحتزاب كيف يتحسب السعر السعر يتحسب بلاء على 15 يوم الأخيرة من كل الشهر يتجمع و يتقسم على 15 و يتطبق نهار واحد و 15 يوم من الشهر يتحسب المعدل نأخذ المعدل سعر المعدل سعر المزوت مع المعدل سعر الدولار لأنه يتحسب الدولار و يتقسم و كل طول واحد من المزوت فيه 1190 لتر من المزوت و كل طول من الليسانس فيه 1190 لتر فيه 1190 لتر لكي نكون مواطن لأن الطن لتر لكي نعطي 1190 لتر فهي تتم احتزاب هذه الأعماليات و انا احتزاب السعر و احتزاب السعر نعطيكم مثلاً لالباح لالباح كانت يعمل 1150 و كانت فيه 1400 و كانت ينزل فهذه الشهورية لديك سعر الدولار الباح عشرات دولار الباح فهو الدولار الباح عندما تأخذ هذه العملية و تقصد تقريباً السعر السوق الدولية الباح 11 دولار الباح يدر اخذ العملية و التعامل هذا فهو الدولي فهو الدولي خلاص عليها لا تزيد عليه و حشو الاتيك واحد الاتيبية و معرز السوردو و معرز فنبيس هذا من المال هذا هو ترقب ديال الأسعار أنا الآن سنقول لكم في السوق الدولي 10.89 إلا ما كانش 11 درهم حسب السعر للدولار إلا هبط شوية دولار هادي يضط وإلا طلع رأس يطلع بالنسبة لديرنير هادل كانزين لولا هادل 15 يوم لولا المتوسط في المزود كان 1235 دولار والمتوسط للدولار كان 10.12 لأنه كان هابط وغاد يطلع شوية وشوية لماذا نديرو هادلتمرين هادل بيينو على أولا تحرك يدير هذه المادة الأساسية تحركها تعملها في السوق الدولية قبل من السوق الدولي سوف يدخل وغاد يطلعوا حين يطلعوا الأسعار تزادوا معهم الضائم ممزين؟ هادل 6 شهر الأولانية من شهر واحد شهر 6 هادل شي اللي تزاد هو مليار فاصيلة ثلاثة مليار فاصيلة ثلاثة درهم ولكن هادل عطت الحكومة اللي بهمين شهر 4 هادل 6 أعطتهم مليار فاصيلة جوش أعطتهم مليار فاصيلة ثلاثة أعطتهم مليار فاصيلة ثلاثة وغاد تعطيهم الحكومة غاد يتعطي في هذه السبعة 700 مليون درهم بمعنى الدعم الموجة المهنيين هو جوش فاصيلة جوش مليار درهم أكثر من هذا الشيء اللي تزاد في هذا الشيء الضرائب اللي الحكومة معدها حتى مشيح أنها تتكلم على هذا الشيء كل شفافية واللي هادلو شيحل اللي هادلو شيحل يقدموه يقول ناكي فلس مقدرون على الجهة المشيح لأننا نحن في نهاية المطاط حالكم بغين الأسعار تهبط لأن الأسعار سيكون روانج سيكون طالب الداخلي سيكون تزاد سيكون مداخل الدولة سيكون الناس تشتغل سيكون نوعية السلم سيكون الناس مرتاحين حيثهم وهذا هو أعلام لهذا وجدت الحرقومات لكي تساعد الناس